السلام عليكم ورحمة الله أحبابي وأصدقائي أبطال الصف الأول الابتدائي معكم أستر سعيد بدو معنا الدرس الثاني الترم التاني الوحدة الرابعة درس الثاني معنا حرف العين حرف العين حرف العين ألاحظ وأقرأ الكلمات ألاحظ وأقرأ الكلمات عمر عمر هنا حرف العين في أول الكلمة وعليها ضمة يعبر هنا حرف العين في وسط الكلمة وعليها سكون ألاحظ وأقرأ الجمل ألاحظ وأقرأ الجمل عاد عمر عاد عين في أول الكلمة وعليها فتحة وبعدها ألف مد عاد عمر العين في أول الكلمة وعليها ضمة من المدرسة سعيدا سعيدا العين في وسط الكلمة وتحتها كسرة عاد عمر من المدرسة سعيدا قال عمر عمر برضو العين في أول الكلمة وعليها ضمة قال عمر اليوم بدأ الأسبوع اليوم بدأ أسبوع المرور اليوم بدأ أسبوع المرور أسبوع في آخرها عين العين في آخر الكلمة وغير مشبوكة لأن الواو لا يشبك بعدها أي حرف فالعين جاءت منفردة في آخر الكلمة أسبوع المرور تعلمت تعلمت قواعد السلامة عند العبور تعلمت العين في وسط الكلمة عليها فتحة قواعد العين تعتبر في أول المقطع التاني من الكلمة لأن قواعد مقطعين يبقى العين شبكت في حرف الدال قواعد السلامة عند عند في أول الكلمة العبور العين في وسط الكلمة أقف عند خط المشات أقف عند العين في أول الكلمة خط المشات أنتظر الضوء الأخضر ثم أعبر ثم أعبر العين في المقطع الأول في أول المقطع الثاني أعبر لأن الألف لا تشبك من بعدها أبدا فالعين جاءت غير مشبوكة من قبلها ولكن مشبوكة من بعدها في حرف الباء ثم أعبر بسلام أقرأ عاد عاد عين فتح ألف مد عاد العين في أول الكلمة عمر العين في أول الكلمة سعيدا العين في وسط الكلمة سعيدا وتحتها كسرة أسبوع العين في آخر الكلمة وعليها ضمة وهي لم تشبك من قبلها لأن الواو لا تشبك في أي حرف يأتي بعدها تشبك قبلها ولا تشبك بعدها تعلمت العين في وسط الكلمة تعلمت في وسط الكلمة وفوقها فتح قواعدا قواعدا العين في أول المقطع الثاني من الكلمة قواعدا تحتها كسرة عبور العين في أول الكلمة وعليها ضمة عبور قواعدا أعبور العين في أول المقطع الثاني من الكلمة لأن الألف لا تشبك بعدها أبدا ولكن تشبك قبلها زي حرف زي كلمة عادة الألف شبكت في العين لما جاءت بعدها يعني الألف لما جاءت بعد العين شبكت الألف لأنها تشبك مع الحرف الذي يأتي قبلها أما الألف هنا لا تشبك بعدها أبدا أعبور العين هنا عليها سكون عند العين في أول الكلمة وتحتها علامة الكسر أقرأ وأجرد عمر العين في أول الكلمة وعليها ضمة تعلمت العين في وسط الكلمة وعليها فتحة عمر تعلمت قواعد قواعد العين في أول المقطع الثاني وتحتها كسرة أقرأ وأجرد عمر العين في أول الكلمة وعليها ضمة تعلمت العين في وسط الكلمة وعليها فتحة عمر تعلمت قواعدة 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 العين في أول المقطع الثاني وتحتها كسرة أميز بين الصوت القصير والصوت الطويل المد الصوت القصير اللي هو الحركة الحركات فتحة ضمة كسرة أما الصوت الطويل وهو حرف المد حرف الألف حرف الواو حرف اليا ع فتحة ع ع ضمة عو ع كسرة عي ع فتحة ألف مد ع ع ضمة و مد عو ع كسرة ياء مد عي ع ع ع ع ع أرسم دائرة حول الحرف عين ثم أكتبه أرسم دائرة حول الحرف عين ثم أكتبه عصفور عصفور الحرف عين في أول الكلمة وعليه ضمة الطعام الطعام الحرف عين هنا فين حرف العين في وسط الكلمة الطعام عنب حرف عين في أول الكلمة وتحته كسرة عنب معلم الحرف عين في وسط الكلمة وفوقه إيه فوقه فتحة معلم أسبوع الحرف عين في آخر الكلمة وفوقه سكون أسبوع أسبوع الحرف عين في آخر الكلمة وفوقه سكون أستمع وأحاكي عمر في نطق المقطع الساكن المقطع الساكن يعني الحرف عليه سكون أستمع وأحاكي عمر يعني أعمل زي ما هو بيقول في نطق المقطع الساكن أنتظروا أنتظروا أعبروا أنتظروا الحرف الساكن هنا فين النون أنتظروا أعبروا ألعبوا ألعبوا المقطع الساكن اللام والألف قبليها هذا هو المقطع الساكن تبقوا حرف السكون فين على حرف اللام ألعبوا العبور 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 المقطع الساكن الأسبوع أسبوع المقطع الساكن هنا أس ألف سين وإلى هنا ينتهي الدرس الثاني حرف العين وما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك وشير للفيديو وما تنساش اشتدعي لنا دعوة صالحة بظهر ولو عجبك الفيديو اعمل ولو عجبك الفيديو اكتبلي في الكومينتز تحت ومع أطيب وأحلى وأرقه وأجمل أمنياتي ودعواتي لكم جميعا بالتوفيق والفلاح والسداد والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله مع تحياتي مستر سعيد بدوي مستر سعيد